السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول مرتب قبطه اول ما شغلت وبشي القصد ان احنا نقول ارقام ولا حق خالص هنقول رقم ما تخفهوش بس يا الفكرة كلها الفوايد من اول شغلان اشتغلتها اول شغلان اشتغلتها كان من خلال معرفتي بحد في الشركة فهو قال لي الناس عندنا في الشركة فتحة مغلة تدريب لو عايز تيجي فهو كان محاسب بالشركة ديه فقلت له كويس ان في فرصة قال لي بس هتبقى فيه اول تات شغول ما بقاش فيه مرتب مرتب بنزل بعد كده فالتان فيش مشكلة انا عايز انزل اتضرب بدل ما انا اقعد في البيت الانزل اتضرب واشتغل والحاجب دي كلها فهل ده حرام لا يعني الحرام ان انا اخد حق حد حق بالمكان ده مني يعني مثلا في الجامعة قالوا هنعين التالت الاوائل وانا اطلقت العشر فتعينت عشان انا القريبي او حاجة زي كده انما في شركات والشركة اللي انا رحتها كان من هذا دوت صاحب الشركة بيقول انا ممكن في الانترفيو اعرف التكنيكة الكويس ولا لا انما معرفت بالاخلاق والسلوك والحاجات دي كلها صعبة تتعرف في الانترفيو ممكن تمثل علي فهو كان بيبقى حريص ان اللي يتوظف جديد يكون من خلال الموظفين اللي معاك في الشركة هم اضرب للشخص ده وتهل ده كويس هل ده بيجذب هل ده موعدة مضبوطة وهكذا فكان كل واحد بيجيب حد بيبقى جايب يعني ايه على مسؤوليته وساعات مثلا واحد بيدي كورس او بيعمل حاجة اللي مجرد بس ان هو يتعرف عن الناس وبقى فيه اصدقاء وفيه معارف وحاجات زي كده دي بتفيد يعني انت ممكن تدي كورس فحد من اللي خدوا كورس يقول لهم في الشركة ده فيه واحد كويس جدا في الكورس استيميتنج عايزين يجيوه معانا وحاجات زي كده فهل ده حرام؟ لا فيش حرام انت الراجل جايبك عشان انت كفء وان انت راجل كويس وانت راجل بتاك تحت فالمهم انا رحت ثلاث شهور دول انا عدت ثلاث اسباع بزبط نزيل مرتب دون انعنقول للناس اللي اتضربت ليه كنت بكتهت شوية والحمد اللي يعني المدير عجب الشغل وراح منزلني نزلت على ربعين جنيه ربعين جنيه دول مباشي مكافيه مخلط لان الشغل كان في مصر جديدة كنت بركب كذا مواصلة فما كانش بكافي مخلط بس الواحد كان لازم يستحن في اول طريق والحمد لله ايه اللي هون رشيت وحسن فضله اللي عمل عند ربنا يعني قصص رهيبة ماباش باعك فرص تراوح اصلا بس الحمد لله اللي هون تقصرت وبعد كده حصل زيادة بقت 500 وبعد كده زميلي اللي في الشغل خد حاجات اللي هي وراح بها انت رفيه اللي هو حالية يعني كنت اعملها وعجبه مش شغل اول الشركة التانية وتعين على 1750 حيزا كده الفكرة كلها انت تقدر تسوق نفسك يعني ان انت تقدر تحاول بقى ايه طبعا ما اخد شغل زميلك لا اخد شغلك انت وعرضه بشكل كويس يعني حتى لو انت شغال في الامي بي ما بيهتموش بالرندر وحاجات دي حاول انت تعمل شكل كويس حاول تعمل رندر كويس وانت بتعمل السفية حاول تتنصحه كويس حاول تأكد انه فيش ايه اخطاء املائية ممكن السفية ترفض لانه فيه اخطاء املائية كتير يعني وهكذا البرتفوليو يكون محطوط فيه صور لشغلك وحاجات كويسة جدا وهكذا فدي من النقطة المهمة جدا الحاجة برضو تعلمتها اول ما بدأت شغل ان لازم تخصص جزء من الفلوس دي اللي عمل خير بتتصدق بيه حاجات زي كده اول ما تقبط لازم تجيب هدية الاهلك يعني والداتك ووالدك واخواتك وزوجتك وولادك لازم يبقى فيه مبلغ كده بسيط بتفرحهم وتدخل عنهم السرور اول ما تجيلك مبلغ حتى لو كان صغير ولازم تبقى فيه عمل خير احساس ربنا يبركلك في الفلوس دي وتكمل ما تقولش لا ده الزكاة ربع العشر كل سنة ما تعملش ربنا بالحسابات وانت بشغال محاسب يعني وسع عشان ربنا يوسع عليك ويبركلك فيه الدخل بتاعك في حاجة برضو تعلمتها كان معانا مهندس اسمه اسلام كانتين الناس كلها تضرب في بعض وده يعني ايه في حاله لو ضرب يرد ما تضربش فبقول اللي بص هي كلها شهر ولا شهرين وانت هتروح شركة وتخسروا بعض وتزعروا من بعض عشان المواقف اللي هما بيعملوها من ديت والضرب من تحت لتحت وحاجات دي فحاول انت ما تضربش حد انت تكون جاهز باو حد ضربك يعني مجاهز انت انا عارف حمسة كان بيعمل تايم شيت وابش اطلب منه لو جارة بس ان لو حد قالوا انت بش شغال لا انا شغال وهو عامل شغلي وخلصت كذا وبيكتب كل حاجة عملها في الورقة دي والحاجات دي كلها ما تضربش حد حرام يعني عايزين سمعكنا كده كمصريين ان احنا كلها نساعد بعض وما فيش حد بيضرب في بعض والكلام الجميل اللي احنا عارفين دوت ودحك واسه جدا انت قادر الامكان ما تنسيش حد لانه هتتفرقه بعد كم شهر واللي انتو بتضرب بعض عليه هتلاقيه بولق بخ يعني بتضرب بعض عشان انت بمين لله همسك المكتب شهر شوالين وكلك هسيوا المكتب ويعني هتقابله بعض وزعلين ببعض ليه الموضوع مش مستهل مهما حصل بساعات اصحاب شركات بيحاولوا تضربوا الناس ببعض بحيس انه ايه كل الاطراف تجيله لا ده بش صح انت زميلك ده زي اخوكو بتقعد معاه كل يوم عشر ساعات في اليوم فلازم تتعلم معاه بشكل حلو ولازم من قلبك تكون بتحبه وتتعاونوا مع بعض عشان تكبروا كلكم مع بعض وتتعلموا من بعض وما تبخلش على حد بمعلومة لانه النات مليان يعني لو انت بخلت عليه بمعلومة هيلامن عن النات بس بدل ما هيشوفك يقولك ربنا يبرك لك وربنا يحفظك وربنا يدعي لك لا يبقى ماشي ومداي منك فبلاش الحركات ديت ما نكتبش معلومة نحاول نحن نحافظ على بعض انت ممكن تتقبل بشغلنا بمرتب قليل عشان تتعلم خبرة تماما نعرف واحد مثلا في الشغل كان اتنقل بين اربع شركات وكل مرة بيتنقل كان بيتنقل بمرتب قليل عساسي عايز اتعلم حاجة من شركة دي انا روحت من شركة لشركة عشان فيه فرق بسيء يعني فيه هتعلم برنامج من برامج البيم اسمه ماجيكات تماما فانا مكاسب شركة لشركة تانية بمرتب اهل فبقابل ان انا اتعلم حاجة وهو ثلاث حاجات احنا بنحرص عليهم الراحة النفسية ان انا هتعلم مالوش تعلم الدخل فالثالث حاجات دول بقارنهم اول مجلوب ووظفك دي الاني ده هيبقى فيه دخل كويس فيه راحة نفسية فيه تعلم ولا لا فبقارن وابدى اشوف انا الافضل وربنا باركو ان شاء الله اشتركوا في القناة